السلام عليكم ازايكم ومعملين ايه يا رب تكونوا بخير? طبعا انا زي ما عدتكم ان انا هعمل حلقة فيديوهاتي عندي هتبقى متقسمة لمصورين الفيديو والمصورين الفتغرافية. فاخر حلقة انا عملتها كانت عن هو انت ازاي تزبط الالوان وتزبط الاعدادات بتاعتك على طبعا في ناس اللي تلاقيت لي ده ما فيش تعديل او حاجة لما تفافت الصورة من برا. في يا جماعة خشوا وشوفوا الفيديو انا غيرت الصورة لان انا كنت عامل صورة مصغرة للاتيوب. نتكلم دلوقتي في موضوعا اساسي هو ان احنا دلوقتي ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ان احنا ازاي نزبط اعداد الكاميرا عشان انت تعرف تصور فيديو. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو وما تنسوش بس تعمل لايك للفيديو. لو انت مش مشترك تشترك في القناة وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا هنا اول حاجة هنشرحها تصوير الفيديو ان انت اول حاجة طبعا لازم تعملها تحاول الكاميرا من وضع الفوضو والوضع الفيديو. في ناس كتير كلمتني قالتلي عايز اصور فيديو بنيكن. طبعا ما بنسحش حد ان هو يصور فيديو بنيكن. لان الاسئلة دي جات لي كتير. يستحسن ان انت لو هتصور فيديو هتصور بكنم. طبعا عند الوقتي اول حاجة هنتكلم عليها هو الشاتر سبيد. قبل ما نعرف الشاتر سبيد هنعمله كم? هتخش عندك على الاعدات. وتختار هتصور كم فريمبر ساكن. يعني ايه كم فريمبر ساكن? انت عندك اه لو هتصور مسلا مشهد مش عايز فيه سلو موشن او مش عايز فرامات كتير. عندك تلاتة وعشرين فريم واربعة وعشرين فريم وستين فريم. تلاتة وعشرين فريم ده واربعة وعشرين فريم. ستين فريم ده انت لو عايز حاجة فيها سلو موشن او يعني بالبال دي انت بتصور ستين لقطة في الثانية. الفيديو بيعرض لك ستين لقطة في الثانية. طبعا انا لو بصور فيديو زي كده نواقف بتكلم فيه او حاجة فانا بخليه على تلاتة وعشرين لان انت لكل ما بتعلي كل ما المساحة بتزيد. طبعا لو هعمل حاجة بقى فيها شغل وحركة فانا بخلي ستين فريم. طبعا هتعرفه منين هتخش عندك على الاعدادات اما تخش على الاعدادات هتلاقي عندك م او بي وهتلاقي مكتوب جنبيها رقمه وهتلاقي مكتوب جنبيها حرف اي ال اي او اي بي فانت سحسن تخليها على اي ال اي وزي ما قلتلكم بقى تختار اللي انت عايزوه. اخترنا مسلا دلوقتي تلاتة وعشرين. كده خلاص اول حاجة عملنا تلاتة وعشرين. لسه بقى ما زبطناش الشاطر سبيت. هنخليه كم? دلوقتي انت هنا حاجة لو انت بتصور لازم تخلي الشاطر سبيت بتاعك ضعف الفريم ري. يعني انت لو بتصور تلاتة وعشرين اعمل تلاتة وعشرين زائد تلاتة وعشرين الرقم ده اللي هيطلع لك هتخلي الشاطر سبيت. لو انت بتصور بستين هتعمل زائد ستين هيبقى مية وعشرين. هتقل شاطر سبيت بتاعك مية وعشرين. طبعا ان هنا عامله تلاتة وعشرين فريم. فانا دلوقتي بصور على شاطر سبيت خمسين. فمش عارف انتم شايفين دلوقتي ولا لأ هو تحت هوت هنا. تحت هتلاقي موجود خمسين. طبعا ده كده اول حاجة. تاني حاجة بقى هننتقل عليها وهي فتحة العدسة. طبعا دلوقتي بصور بعدسة اربعة وعشرين سبعين. فتحة العدسة بتاعتها اتنين تمانية. اه طبعا انت دلوقتي بتنقي فتحة العدسة على حسب انت عايز ايه بالزبط? عايز عزل في الخلفية? هتخليها على اعلى حاجة. انا دلوقتي اعملها اتنين تمانية. فانت هتشوف العزل اللي ورايه عالي. بس هنا في حاجة انت كل ما تعلي فتحة العدسة هيديك عزل وهيديك اضاء اكتر. بس هيقلل معك الشرب شوية. لكن في العدسة زي اللي انا بصور بها كده الاربعة وعشرين سبعين. فالشرب بتاعها كويس. فانت خلي فتحة العدسة اتنين تمانية. ده انت بتصور بعدسة محترمة. عدسة زي الخمسين ميلي ما تخليهاش على واحد وتمانية. خليها على اتنين تمانية. تديك شرب كويس. وهتديك برضو عزل كويس جدا. تاني حاجة هننتقل لها وهي الايزو. طبعا الايزو على حسب انت كاميرتك ايه? وتستحمل لحد ايزو كامل. الايزو دوت اللي هو حساسية الدوق. عندك الايزو دوت يعني مسلا في الكاميرات الفول فريم. مش كل الكاميرات الفول فريم. يعني مسلا لحد دي ماركتو كده يستحسن ان انت متعليش على الف وخمسمية. لكن في الكاميرات على حسب لو كاميرا قليلا قوي متعليش عن ربعمية. لو كاميرا كويسة زي السبعين دي تمانين دي. ايزو بتاعها بيوصل لحاجة عالية. ممكن تمنمية ممكن الف. انت برضو بص في الشاشة لو لقيت نويز خف الايزو بتاعك لحد ما تلاقي النويز بتاعتك روح. ده كده الحاجات الاساسية اللي انت بتعملها. الحاجات بقى اضافية. انت عايز تصور وتعدل الوان بتاعتك على الادوب بيرمير. طبعا البرنامج اللي انا هستخدمه في المونتاج اللي هو الادوب بيرمير. انت بقى طبعا عايز تعدل على الوان بتاعتك فبتخش على الاعدادات بتلاقي مربع كده مرسوم عليه رقم برا على الاعدادات هتلاقي مرسوم عليه رقم واحدة. هتدوس عليه هتلاقي حاجات كتير بقى رقم كتير. اه لو عايزة صور عادي خليه على شخصي هتلاقي فوق كده شخصي او بورتريه تدوس عليها. لو انت بقى عايزة ازبط الاعداد بنفسك تلاقي في الاخر كده خالص في ارقام واحدة ثلاثة اختار اي رقم منهم وتدوس على زرار انفو عندك في الكاميرا وتزبط الاعدادات والناس اللي بتصور بكاميرات اه قال لي حاجة مثلا كون فايف دي مارك فورز اللي انا بصورها دي هتلاقي اعداد عندك اسمه هتخش على ده هتشغله هيسحب لك كل حاجة من الكاميرا خالص تبدأ انت بقى تشتغل خام على البرنامج المونتاج بتاعك طبعا اللي انا بتكلم فيه موضوع الالوان دوت ده لو انت عايز تبدأ تشتغل بقى شغل فهتعمل اللي انا بقول لك عليه ده انت لو انت لسه بتبتدي فهتتدرر بالاول بس على الاعدادات اللي انا قلت لك عليها في الاول خالص دي وبعدك تبدأ تنتقد لمرحلة التلوين ده لو انت كمان بتمنتج لنفسك فهيساعدك كتير الجهاز بتاعك لازم يكون كويس لان التلوين بيبقى تقيل قوي على الجهاز بتاعك فانت لازم الجهاز بتاعك يكون كويس يستحمل بس ومع كل ده بقى لو لقيت الاضاءة عندك فتحة قوي فانت بقى تبدأ تعمل ايه تبدأ تقلل الايزو بتاعك قللت الايزو بتاعك على الاخر على مية ولسه الاضاءة فتحة تبدأ تقلل فرحة العدسة لحد ما الاضاءة تزبط معي طبعا الاضاءة عندك هتقول لي ان الاضاءة عندي جات مدلمة قوي. وصلت الاكس اعداد اللي انا بقول لك عليها اللي هي فتحة عدسة علي. ايزو بتاعك وصل لاعلى حاجة اللي هو مش اعلى حاجة قوي يعني عشان ايه ما حد يشفهم الغلاط اللي هو اعلى حاجة الكاميرا بتاعتك تستحملها ومش هيديك نويز. وصلت لاعلى حاجة ولسه عندك الاضاءة قليلة. بس اه انت كده بقى لازم تستخدم اضاءة. فاحسن حلل ان انت تجيب ارخص حاجة انا يعتبر باستخدمها. هدي اتنين سوفت بوكس. وحطوا فيهم اللي هي اللونة العادية ديت المدورة. اعملها بضوايا وحطها في كده واقفل عليها. وحط واحد على اليمين. واحد على الشمال. يكونوا موجهين على وشك او الحاجة اللي انت هتصورها. دي ارخص مصدر اضاءة انت تقدر تصور به. بدل مسلا ما تشتري عدة اضاءة بتلات تلاف جنيه ولا اربعة تلاف جنيه. هتديك نفس النتيجة بالزفر. وفي حاجة برضو. انت لو عايز تتحكم في مصدر اضاءة بتاعك طبعا الكلام ده هيبقى سابط. هتوصل الفيشة بتاعتك دايركت على طول. مش هيبقى في حاجة ان انت تقلل او تزود فيها الاضاءة بتاعتك. ممكن مسلا تروح عند اي حد بتاع كهرباء يقوله يركب لك محاول ان انت تقلل وتعلي منه اللي هيركبه لك في السلك تقلل وتعلي منه الاضاءة. هيركبه لك في في اللمبة اليمين وفي اللمبة الشمال. انت كده كأنك معاك سوفت بوكس بالزبط زي اللي بيباع في المحلات. مش محتاج ان انت تصرف وتجيب حاجة بتلات واربعة تلاف جنيه. ده هيكف معك جدا. طبعا انا دلوقتي مش بستخدم اي اضاءة. انا دلوقتي حاليا بصور باضاءة طبيعية. الشوباك مفتوح. جايب اضاءة عليا. طبعا اضاءة مش متزبطة قوي. بس عشان سرعة التصوير. عايز يعني اصور بسرعة. الاضاءة مش وشة. طبعا انا عندي دلوقتي عامل الشاطر زبيد على خمسين. قال لكم الاعداد اللي انا عاملها كلها. شوباك جايب اضاءة من هنا. عامل الشاطر زبيد على خمسين. عامل الايزو على الفين خمسمية. عامل فرحة العدسة عندي اتنين تمانية. بصور بكاميرا. عدسة اربعة وعشرين سبعين. عاملها على سبعين. مقربها علي عشان تديني عزل قويس ووراق الخلفية. دي كل الاعدادات اللي انا مستخدمها دلوقتي لادوب برمير بقى. ببدأ ان انا منتج عندي بزبط الالوان زي ما هتشوفه الفيديو اللي هينزلوك دوت هينزل متزبط الوان ومتزبط كل حاجة. بزبط بقى انا عندي الوقتي بصور خام. فانا لما نزل الفيديو انت هتشوفه كل حاجة خالص متغيرة. المايك انت الوقتي لو عايز تصور حاجة بصوت. انت هتصور ايه? لو هتصور هتشتري مايك اللي هو بيتعلق في الكاميرا من فوق. هتصور حاجة زي اللي انا بصورها كده اليوتيوب. هتجيب مايك دوت اسمه كوميتا. المايك دوت باتنين هد زي ما انتم شايفين. طبعا انا جاي جايب مايك باتنين هد في حاجة ارخص من كده ده هتلاقي سعره حوالي ربعمائة جنيه. في المايك اللي هو البوية دوت ده هتلاقيه في حدود مية وخمسين جنيه. انا جايب طبعا باتنين هد. عشان لو حبيت تصور انا وحد. يعني لو بصور انا حد باخد انا زي ما انتم شايفين هو وباتنين مدخل اباخد انا مايك وبديله مايك. دي حاجة لو انت برضو هتصور في فيديو هتساعدك كتير. بس ولو انت بقى حاجة بحاجة هتصور مسافة بعيدة ومش محتاج سلك وكلام ده كله فهتديب مايك شانهايزر فده هيبقى غالي سعره حوالي عشرين الف جنيه او في البوية سعره حوالي الفين جنيه. طبعا انت لو عايز تأجر ده هتلاقي في المكاتب حوالي مية وخمسين جنيه بتأجر. بس وده كده كان تقريبا كل حاجة اساسية في الفيديو كل حاجة انت هتحتاجها في الاول كل حاجة انت يعني محتاج تعرفها. بس وده كده كان حاجة كده بسيطة عن اعدادات لتصوير الفيديو لان ناس كتير جدا 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 سألتني عليها وناس كانت عايزة ان انا اعمل كورس عليها وابعتها له فيديو. فالصراحة موضوع اليوتيوب دوت انا مش عايز منه حاليا انا مش باخد اي حاجة مقابل فلوس. فانا عملت الفيديو لان كزا حد طلبوا مني ويعني ناس اللي والله لو كانت جات لي انا كنت عرفها لاعدادات كلها بس هي للأسف من اماكن بعيدة ومن محافظات بعيدة هتسيب اشغالها وتيجي فانا وفرت عليكم. عملت لكم الدرس دوت ونزلته لكم على القناة. يا ريت اه من قراء اخلاقكم وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. لايك الفيديو. كل ده طبعا بديني حماس ان انا كامل في الفيديوهات. شكرا لكم على الدعمة بتاعكم واي حد بيشجعني باي حاجة سواء مشاهدة داخل شايف الفيديو. قال لي الفيديو بتاعك كويس حتى ولو اي حاجة بسيطة. طبعا متشكل جدا ليكم واشوفوا في فيديو جديد. سلام عليكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر